سيد الحلبوسي هو مرشحنا شون العوامل اللي خلتكم تختارون السيد الحلبوسي مرشحاً لكم؟ النجاح الذي تحقق على يد السيد الحلبوسي في الأنبار والذي نريده أن ينعكس على المحافظات الأخرى هذا اللي خلينا نريد من السيد الحلبوسي أن يتقدم صفوف المرحلة القادمة حتى يستمر هذه القصة طبعاً شعارنا رفعنا قصة نجاح التقدم قصة نجاح قصة النجاح التي تحققت في الأنبار نريدها أن تتحقق في كل محافظات العراق وأني ابن المنطقة 13 أبو غريب بالغزالية والعدل وهي المجاورة تماماً للأنبار أنا أريد امتداد للأنبار أنا أريد هذا النجاح وهذا الإعمار وهذا الإصلاح والإصلاح بالأنبار أن يمتد ليدخل بغداد من خلال أبو غريب أنا رحت للأنبار لحقيقة نحن نوبات نبالغ نقول نجاح وإعمار وتفاصيل نظلم بأهل الأنبار تبلطت شوارع صارت سيسمونه متنزهات كورنيش وشكراً لكل من ساهم بهذا لكن الأنبار تستحق وتحتاج ما هو أكثر من ذلك حد الآن المشاريع الستراتيجية اللي تخليني أقول النجاح ما صاير لحد هذه اللحظة مقابل هذا أن البعض يعتقد أن تجربة سيد الحلبوسي في البرلمان فشلت هذا البرلمان هو أضعف برلمان مر على العراق من 1925 أبو البرلمان صار لليوم أخي حسام نظلم إذا قلنا أنه لا يوجد تجربة نجاح في الأنبار نقول لم تكتمل أنه بدأت تجربة النجاح وبتجربة الإعمار والإصلاح في الأنبار لكنها لم تكتمل واللي نريد أن نعطى فرصة إضافية لكي نكمل قصة النجاح التي بدأناها في الأنبار وتمتد هذه قصة النجاح إلى باقي ما تكون لحظات العراق أنا هنا أريد أن أقف إلى جانب من يسعى لبناء أي مكان في العراق لكن من نقول قصة النجاح كملة تنوهم الناس اللي ما رايح للأنبار يتصور أنه ورح يروح إلى هوليوود ماكو بالأخير تروح تلقى لك 3, 4, 5, 6 شوارع متبلطة وشكراً لهم ونظافتهم تراحة بالأنبار تقدم ووضع رجلة على الخطوة الأولى زين خطوة الأولى أمامنا خطوات كبيرة وكبيرة في الأنبار حسنا نحن متفقين الخطوة الأولى من النجاح بدأت الخطوة الأولى من الإعمار بدأت موكي متفقين في البرلمان كانت التجربة سيئة يعني أنا وجهة نظرك هذه سيئة لا والله ليس وجهة نظرك أنا إذا أقول الوقائع والأرقام والحقائق أولاً هذا البرلمان لم يساهم بدوره بالرقابة أطلاقاً منسوب التشريع منخفض تماماً تحول إلى مكتب سكرتارية بشكل رسمي على اعتبار أن القرار الحل والعقد بيدروا أسائل كتل اللي يجتمعون ببيت رئيس الجمهورية ويقررون المتا ما احتاجه والبرلمان يجتمعوا تعالوا صوتوا يلا طلعوا في مالا والسيد الحل بوسي راضي بها ولذلك عندما نطالب بفرصة أخرى لإكمال الإصلاح حتى ضمن المؤسسة التشريعية ما كان إصلاح كانت فيه؟ يعني ما كان إصلاح؟ ما خالف اليوم جوز يعني التهاءة بإصلاح الوضع في الأنبار وبناء الأنبار وعمار لأن الأنبار خرجت من معارك كميرة والله هو وظيفته وظيفته هناك شو عليك في الأنبار هسأني ابن النجا فعاتبة ليش خوية تعفد واجبك الوطني والتهت بالأنبار لأنه الأنبار أيضا مدينة عراقية وتعرضت إلى دمار كبير جدا أنا أدعوكم أن تخلون السيد التلبوسي محافظا للأنبار وكلنا ندعوله بالتوفيق وجيبونا شخص يهتم بالبرلمان على المستوى الوطني إذا هو منشغل بالأنبار هسأني مارد أقول لك أنه أنا لا أؤمن بأنه هناك فشل صحيح هل تعتقد هذا البرلمان زين شون؟ ماكو نجاح مية بالمية مثل مستوى الطموح لكن ليس هناك الفشل التي تتكلم عنه اليوم هناك قوانين شرعات الأمور ماشية بالبرلمان ماكو بعدين البرلمان تدري عاش في فترة الانتفاضة والكلام عن انتخابات مبكرة وهذا الأمر يعني ترى وقف كثيرا من عمل البرلمان أنا لا أريد أن أدافع عن أحد ولكن هذه حقيقة ظروف اللي عاشها البرلمان هسأت تعرف أنت أكون فصل تشريعي نافذ وماشي صار لهم ثلاثة شهر معاقدين جلسة ثلاثة شهر صار لهم مدري شهرين معاقدين جلسة كلهم ملتهن بالانتخابات ما معقوله ما معقوله أكون قوانين معطلة يعني الآن نحن نعيش في فراغ تشريعي حقيقي دستوريا وهذا يؤخذ ويسجل على تقدم وعلى سيد الحلبوسي كون رئيس أنا هو يجوني بهذا المكان من النوع وسألتهم هذا السؤال يا خدتوا ليش ما تروحون الدامون تشوفون وضع الناس هكو قوانين مؤجلة هكو تفاصيل يقول والله تسأل رئاسة البرلمان بهذا الوضع يعني على كلنا قلت لك أنا أؤكد على النجاحات اللي تحققت في ناحية البناء والإعمار الوصلاح اللي كان البلد يحتاجه في هذه المناطق أما أنا لا أرى أنه هناك تعطيل متعمد أو فشل أو إخفاق في أداء المؤسسة التشريعية المؤسسة التشريعية مشت حال حال الدورات السابقة يعني مشة والشغل بيها يعني صحيح ماكو ذاك النجاح الكبير اللي مثل ما تحقق بالأنبار لكن أيضا ماكو الفشل اللي موجود بالمؤسسة التشريعية